نعم صلاحة بالفعل هي الزيارة الأولى لرئيس بعثة الدعم الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي إلى القاهرة هذه الزيارة التي جاءت بعد تعيينه أو اختياره لهذا المنصب في سبتمبر الماضي تناولت المستجدات الخاصة بالأزمة الليبية وكذلك أيضا العملية السياسية في ليبيا كان هناك تأكيد على دور القاهرة المحورية في هذه الأزمة وسبل أيضا دعم الحل السياسي للأزمة الليبية من خلال الجهود المصرية مع مختلف الأطراف الليبية كان هناك تأكيد على لسان وزير الخارجية المصرية سامح شكري على ضرورة وضع خطط وآليات محددة الأطر الزمنية وشدد وزير الخارجية المصرية على هذا الإطار فيما تعلق بضرورة وضع جدول زمني محدد للعمل على حالة الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة وأيضا تجديد مصر على دعمها لدور الأمم المتحدة في هذا المصار الخاص بالعملية السياسية تزامن أيضا مع تنفيذ المخرجات والمكررات الدولية والأممية ذات الصلة فيما تعلق بضرورة إخراج المرتزقة وأيضا المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية وأن يكون الحل للأزمة هو حل ليبي دون تدخل من الأطراف الخارجية خاصة وأن مصر خلال الفترة الماضية نجحت في جهود كبيرة في خطوات تتعلق بها القاعدة الدستورية آخر تلك الخطوات كانت تتعلق باجتماعات المصار الدستورية الليبية التي استضافت مصر ثلاث جولات منها وانتهت في يونيو الماضي بالتوافق حول العديد من المواد هناك أيضا صلاح بالتزامن مع هذه الزيارة المهمة للمبعوث أو رئيس بعثة الدعم الأمم المتحدة في ليبيا هناك زيارة أخرى للسيد عقيلة صالح في القاهرة يلتقي خلالها بعدد كبير من المسؤولين المصريين وأيضا الليبيين بعد قليل سيكون هناك لقاء لعقيلة صالح مع الأمين العام للجامعة العربية لبحث مستجدات الأزمة الليبية مصادرنا أيضا تشير لأن هذه الزيارات تأتي في إطار حراق واسع هنا في القاهرة تعلق بها الأزمة الليبية ومصادرنا تؤكد على أن هناك ترتيب للقاء ربما يعقد اليوم هنا في القاهرة بين عقيلة صالح والسيد خالد المشي الرئيس مجلس الدولة الليبية وهذا اللقاء هو الأول منذ أكتوبر الماضي بعدما فشلت اللقاءات السابقة في وضع تصور لما يتعلق بها السلطة التنفيذية وما يتعلق أيضا بوجود حكومتين الآن في ليبيا تؤكد القاهرة على أن حكومة الاتبيبة هي الآن منتهت الشرعية وليس لها الحق في العمل أو التواصل مع الجهات المختلفة وبالتالي هناك ملفان رئيسيان سيتم العمل عليهم إذا ما تم هذا اللقاء اليوم هنا في القاهرة الأول ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وسبل دعم هذا المصار والثاني ما يتعلق بالترشحات الخاصة بالسلطة التنفيذية من جانب مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبية في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها مصر خلال الفترة الماضية وآخرها ما يتعلق بالاجتماعات والجولات الخاصة بالمصار الدستوري الليبي الذي نجح ومن خلال المبعوثة ورئيسة بعثة الدعم السابق ستيفاني وليامز في التوافق حول نحو 140 مادة من القاعدة الدستورية وبالتالي هناك بعض النقاط الخلافية يتم التطرق لها سواء في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت هنا في القاهرة في أغسطس الماضي ما بين المشري والصالح وأيضا التي عقدت في المغرب بين الجانبين في أكتوبر الماضي وبالتالي يتجدد اللقاء هنا في القاهرة لمحاولة من جانب القاهرة لحالة هذه الأزمة والتوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية وأيضا ما يتعلق بترشيحات السلطة التنفيذية محمد الحمروي مراسل الغد كنت معنا من القاهرة شكرا على كل هذه المعلومات